بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليزي ابتدائي ان دي اعدادي إن شاء الله النهار شباب لقناة مع طالب الصف الأول الثانوية المستمر مع كتاب جيم العامل شين تتعاشين الواحدة عشر الدرس الأول والثاني إن شاء الله شباب نشتغل على تدريبات الجرافق طبعا الروحة هذه بتتعامل كلها مع الكلام المنقول مهم جدا شباب نكون نشوفنا فيديوهات الشرح احنا بنزل لك مجموعة فيديوهات كتيرة لقاعدة ريبورت سبيتش وعلى بركة الله ضبنا القناة بتاعنا إن شاء الله على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ التعديبات مع صفحة 189 وأول جملة أولي فيها كل الأطباء كذا أنه لا يوجد خطأ في معدته يعني الحمد لله ما فيش حاجة تمام كويس جدا طب نقولي بقى كانوا بيقولوا ده ماضي مستمر ولا تل يقبر ولا تول أخباره ولا سي يقول في المدارة البسيط طبعا تعال بقى نرجع للكلمات والاختيارات واحدة واحدة ونحللها ده ماضي مستمر طيب الماضي المستمر إزاي يستقيم في وجود ذربي توبيه في المدارة إنه هو أعيز أينفعش طيب تل ما تنفعش تيجي من غير مفعول به وتولد زيها ما تنفعش تيجي من غير مفعول به بالإضافة لأنها ماضي وإحنا عايزين أنها فعل المدارة كده مين اللي فاضل سي في المدارة البسيط إجابة واحدة ده صحيح طيب طرح الجملة الرقمية نقول لك فيها حلوة خلص طيب لما فعل القول ماضي كده الشباب قدامك يبقى أنت كده عرفت إن الجملة متحولة يعني متحولة يعني معقولة من دايركت لان دايركت يعني يا مستر بالعربي يعني معقولة من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر طيب يبقى ذات هي ابني قبارني أنه جاء في فراغ وزيس فرنز مع أصدقاءه معناها اليوم التالي كلها حاجات تدل على إذا كانت تحويلي ابني الزيدي كان بديل لإيه كان بديل للتمر طيب بيبايز أن الجملة متحولة خلاص كده طيب نقول ماتنفعش إنها مش متحولة ماتنفع لانها متحولة طيب يا مستر انت قلت كلمتين دلوقتي قلت تنفع لانها متحولة وما تنفعش لانها مش متحولة أولا يعني إيه كلمة متحولة دي آآ لو انت كنت شفت فيديوهات الشرح عندك بتاعت قاعدة كنت فهمت يعني ايه كلمة بتحولها بتحولها معناها أن زمن الجملة داخل الأقواص بما أني فعل القول ماضي تم تحويل جميع عناصر وإحنا بنحول داخل الأقواص مجموعة عناصر تخص الجملة منها الضمائر كلها بتتحول ظروف الزمان ظروف المكان اسماء الإشارة وزمن الجملة وده أهم حاجة بيتم تحويل تمام طيب زمن الجملة هنا هو بما أني فيه كلمة next day موجودة ده معناه أن هناك إشارة المستقبل المستقبل بنصيغه بإيه؟ بنصيغه من ضمنها ويل طب ويل موجودة اهي تمام كده أخدها اختيار لا ما ينفعش لأن الجملة متحولة طيب هما ليه البديل ارجع لجدول تحويل الأزمنة هتلاقي أن ويل في بتحول إلى ود تبقى كده خلنا ايه ود ترابل طب لايه مثلا ما خدتش هاد هاد ماضي تامي مش هتنفع في وجود next day اللي هكان التمور تمام كده طيب تعالوا نروح لترابلز مش هتنفع معا ليه لأنها مش متحولة خلاص كده اعتقد نحن استفضنا في النقطة دي تتبقى لك فيها هاني سدة تمام هاني آل امن طبعا الجملة هنا واضح فيها التحويل طيب جميل جدا اه يت معناها بعد أو حتى ماشي يبقى نقول ماشي طب هنا هوا خلي بالك من حاجة ده ماضي بسيط من في طيب hasn't found ده مضارع تام منفي hadn't found ماضي تام منفي wasn't found بناء المجهول في الماضي البسيط تمام طيب بص يا سيري شاف كلمة يت دي يت دي تخدتها فين في الأزمنة ها رجع كده مع نفسك وشوف هتها في المضارع التام اه في الجملة المنفية حلوة خالص طيب المضارع التام في الديريكت سبيتش بتحاول ليه بتحاول الى ماضي تام ايبقى تروح واخد مين تاخد هالدفاق شاف الحكاية حسبة سهلة جدا بالرجوع للقاعدة بتاعتنا هتلاقي الحسبة سهلة جدا عشان كده خدنا الماضي التام المنفي في الجملة نقام تلاتة لانه كان اصل الجملة كان فيها مضارع تام منفي حولناها للزمن الابعد منه فبقى ماضي تام منفي تعال رحكم اربعة مونة مناكزة ان صديقها او صديقتها كانت مريضة ولم تتسسع زيب المذاسك طب نقول طول محتاجة وراء مفعول بي مفيش مفعول بي تلزم تنفعش انها مش متحولة عصكت سألت طب هو ده سؤال ادي جملة بفاضلة فاضل سد فعل القول في الماضي هي جاء بقى وحيدة صحيح نحرك الشاشة علشان نخلي جملة المثام سعين وانه بقول لك فيها هي سدت هو قال اني سكت لنا فعل القول الماضي يبقى هي الجملة متحول هي سدت ووتر جاب للفراغ اف وي هي اف وي هي تقيت لو سخناها اه خد لك محترين الجملة اللي قدامك بتتكلم عن حقيقة علمية بما انها بتتكلم عن حقيقة علمية حتى لو فعل القول الماضي مش هيتغير داخل الاقواس الا الضمائر فقط لو وجدت لكن زمن الجملة يفضل زي ما هو زروف الزمان زروف المكان اسماء لشارك ولا حاجة داخل الاقواس تتغير الا الضمائر زي ما قلنا طمام؟ طالما من الجملة تمثل حقيقة علمية طيب هو بقول لك المية لو المية بتحصل لها ايه لو سخناها بويلد ده ماضي مش تنفى معي هات بويلد برضو مش هينفع ماضي تعد ودول مصدر برضو مش هينفع هينفع متحول مين بقى اللي وحيد اللي تنفع معي ويلز مدارعة بسيط لانها تمثل حقيقة علمية الحقائق العلمية لا يتغير زمنها داخل الاقواس حتى لو كان فعل القول ماضي ستة بدلية دي مقناها شرحة ودي بديل لسد لشبه طيب نوها شرحت انه هم كملها يعني الجملة دية كانت في اصلها ماضي بسيط طيب طالما انها ماضي بسيط تحولها لايه تحولها للماضي التاني او توقيها على حالها في الماضي البسيط تعال اشوف الاجابات الموجودة هاف بيندو مدارعة ما تنفعشي لانها مش بتحولها هاف جون زيها مدارعة ما تنفعش لانها مش بتحولها فاضل عندي وينت وينت جاعدة على حالها بدون تحويل يعني ايه يعني جاعدة ماضي بسيط انا هروح للابعد منها اللي هي هاتجون الماضي التام طيب ليه مسترخدت الماضي التام انت مش ليس سجيل من شوية ان الماضي البسيط ينفع يفضل على حاله الماضي بسيط اه اقول له طب ما انا قلت لك انه يتحول ايه الى ماضي تام تمام طيب اشمعنا مسكت في الماضي التام وسبت الماضي البسيط اصل قاعدة ديركت من ديركت شباب اللي بنتكلم عنها قائمة في كتة الاساسية في التحويل الجملة من ديركت الى ريبرت على تحويل الزمن الى الابعد منه ببا با AvenCM بحول كل الزمن الى الزمن الابعد منه يعني مثل مضارة بسيط؟ يبقى ماضي بسيط المضارة التامة بماضي تام تمام كده؟ المضارة مستملة بماضي مستملة خلاس يبقى الماضيبي البسيط الطبيعي انو يروح فين نروح للماضي التام. انه يظل على حال وماضي بسيط ده استثناء. فاحنا لازم طبعما لجيت الاستثناء والاصل اروح دايما للاصل. سوي لك فيها منار اخبارتني انها تدل على اني فعلي القول ماضي طيب ماشي خد بالك بقى. هو موارك ذن اه ذن دي اللي هي كانت اصلاها نام. يعني الجملة دي كان اصلاها ايه? كان اصلاها مضاعم مستمر. تحولها لايه? تحولها لماضي مستمر اهي? وازدوك شفت عنا فتاة ازاي? شفت بقى من ملموعة حاجات ببص عليها بعيني بروح اشتغلها. طب ليه ما خدناشها مثل هالدون ماضي تام? لان الجملة بوجود زن ده معنى ان ايه قولنا كانت ناة ويعني كانت مضاعم مستمر ازاي خليها ماضي تام? طب ازاي خليها ده ماضي بسيط? طب ازاي تفضل على هاله هالدون? ما ينفعش. يبا خدنا هالدون اجابة وحيدة صحي. تمنع فيها ايه 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 انا اعلمت معلمي انا مش هكون قادرة على حضور ايه? ازاي مش ده ده تحضر الدرس الاخير اللي عدنا? طب كيف? الدرس اللي جاي? اه ممكن. ازاي بريد فاس لسن معناها الدرس السابق. ما تنفعش. ده الدرس اللي عد ما تنفعش. مين اللي فيهم ايجابة واحد صحيحة ومنطقية? الدرس اللي جاي. انا مش قدر احضر الدرس اللي جاي. طبعا جمنا فيها تحويل. تسمى لك فيها ده طبخ قال. ان واحدة من الافران اللي عندهم مالها بقى ده دي بفور. ده دي بفور اللي هي كانت لاست دي. يبقى ازان الجملة هنا هو فيها دلالة على الماضي. تمام? طيب ان ماضي ايه? كانت ماضي بسيط. كانت ماضي بسيط. تمام كده? طيب تروح تحولها لايه? تحولها الى ماضي تام. بس خد بالك من حاجة شوف الجملة فيها بناء المجهور ولا لا? تعال ابقى ها. ده ماضي مستمع. تمام كده? طيب? ده ماضي تام. ده ماضي مستمر بس في بناء المجهول. ده ماضي تام بس برضو في بناء المجهور. الله. طب هم يستطمر اربع اختيارات قدامي كلهم فيهم ماضي. طيب تعالنا نتكلم بالراحة ونشوف الكلمة الدالة. ده دي بفور اللي هو اليوم السابق اللي هي كانت ايه? كانت يسر دي. حلو كده? يعني ازا الاستمرارية مش ينفع معي. انا عايز ماضي بسيط. ده كان اصل الجملة كده. طيب طالما انها كانت ماضي بسيط. تتحول ليه? لماضي تام. طب انا عندي اختيارين ماضي تام. عندي هاد ريبيرد ده ماضي تام. وهاد من ريبيرد ماضي تام برضو بس ابن المجهول. هميز بينهم ازاي? ارجع ليه الكلمة اللي جاب للفراغ اللي هي كلمة اوفنز. مفعول ولا فاعل? هو بيقول ايه? رئيس الطبخين قال ان واحدة من الافران بتاعتهم كزا اليوم اللي عادة. تمام? هاد ريبيرد ده صلحت لو خلناها اكتف بقى. صلحت صلحت ايه? لا يبقى هي كده مفعول بيه? تبقى هاد من ريبيرد اللي هو ماضي تام مبني للمجهول. ماضي تام مبني للمجهول. يعني ايه بقى ماضي تام مبني المجهول? يعني الجملة اللي قدامك ديها مش بس كده كمان فيها منها المجهول. الله يا مستر ينفع كده? اه ينفع. انه يجي يجمع ما بين قاعدتين. علشان يقول لك ان الدنيا ممكن ندخل كزا قاعدة مع بعض. في فكرة واحدة او في جملة واحدة. الجملة تسعة دي من اجمل الجمل اللي تعمل الفكرة دي. الجملة عشر بولك فيها. نوها قالت مشهوبها المفضل. اه العصير. مشهوبها المفضل هو ايه? العصير. طيب ايبه جملة المنطق كده انها ايه? انها كانت مضارع تحولها لايه? تحول هالمواضي. مضارعها بسيط طبع. هاز بين مش تنفع لها مش متحولها. والبي متحولها. اه. مش هتنفع ليه? لان انا مش معقول لكم بقول لك اني مشروب المفضل هيكون سوف كانت لما كانت ايه? عشان تتحولها ايه? تحولها الى ايجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم عشر. نحرك الشاشة نخلي جملة عقم 11 هي عنوان الصفحة بتاعتنا وبقولك فيها. طبعا طالما اني في القول ماضي بجملة زائر فيها التحويل. انا اخبارت صديقي اني اي انا الى الريف الاسبوع القارن. حلو خالص. اللي كانت ايه? تمام? ايه بجملة فيها تحويل في زمن ايه? في زمن المستقبل. تمام? خلاص كده? كانت بويل? ولا كانت بود? ولا كانت بايه بقى? ولا مضارع مستمر? انت عندك كزا فكرة لفكرة المستقبل. المستقبل انت خدت له كزا صياغة. خدت له الموضار البسيط في جداول الموعيد. خدت له ويل الطبيعية خالص اللي هي القارنة السريعة والوعد والتهديد الحاجات دي كلها. وخدت له المضارعة المستمرة في الحاجات انت بتاعمل لها ارين دي منسل. جميل كده? طيب. طب موجود انه هو مضارعة مستمرة بس مش متحول في اهم ما تمفعش انا مش متحولها. طب موجودة ويل مش متحولها. طيب. موجود عندك ها ده ماضي تام. الماضي التام هينفع ازاي مع فلو ونويك? ما هينفعش. يبقى مين كده الوحيدة اللي الفضلة. وهو ماضي مستمرة. الله 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 الله. يا مستر ازاي بتتقيب لي ماضي مستمرة لو انت بقول لي فلو ويكو بسبوع القادم. لان الماضي المستمري ده كان مضارع مستمرة. تمام? ودي واحدة النسيخات المستقبل اللي بتعمل فيها ارينجمز. يعني يكون بتعمل ارينجمز تارتباب لشي يحصل في المستقبل. زمن الجملة بتاعك. بيبجى شكله جد نامك كأنه مضارع مستمرة. تركيبته الطبيعية مضارع مستمر. لكنه مدلوله للمستقبل ده. وعشان مضارع مستمر هي كانت ايه? كانت ايه? عشان ايه? تروح انت تحول ايه بقى? عشان ايه? عشان تخليها يا جاه بقى وحيصيح. اتنشرة نقول لك فيها مروة قالت انها ايه بقى الست دي? ها. لما عربيتها ده هنتعطقت جميل جدا. طب نقول مصد ما تنفعش لانها مش متحولها. هاتو تنفع. متحولها بس تضبور شوية. هاتو ما تنفعش انها مش متحولها. هاتو ما تنفعش انها مش متحولها. مين كده الوحيدة فيهم لراحل الماضي? هاتو. هاتو انت شايف هدي? هي الماضي من التلاتة دول. الماضي من مصد. من هاتو ومن هاتو. نروح لجملة الرقم تعتاش بقول لك فيها مونا وجامل فراغ. اف. شي كيم ايرلي شي وود كول مي. اه. الجملة مكتملة في الطرف التاني. يعني هنا هو. نقول لك اذا كانت جات. بدري كانت هتتصل. بقى لقدامك دي شكلها كانت اف حالة اولى تحولت الى ايه? تحولت الى اف حالتك. طيب ماشي. كده انا عايز هنا فعل قول. طب اقول اسكت دي مش سؤال. اقول طول ما فيش مفعول بيه. اقول سيد اه هي دي. مونة قالت انها لو كانت جات بدري كانت هتتصل بيه. يبقى دي منطقية جدا. طيب مش سؤال برضو. نروح لجملة معناها. يعني اذا الجملة دي تدل عن ان اصلاها كان ايه? اصلاها كان ماضي بسيط. طيب. بما ان اصلاها كان ماضي بسيط. نعمل لها ايه? نحول لها للماضي التام. اهو الماضي التام. ما خلناش ليه وود ميت. وود ميت دي لو كانت تولي كنا خليناها هنا مش موجود. مفيش استمرارية. ده هنا هو كان اه كان ماضي بسيط خليناها ماضي تام. ميت ما تنفعش انها ماضي بسيط فقط. وقلنا طالما اني لجيت. الجملة اللي انا عايز احولها اللي هي كان اصلها ماضي بسيط. اللي جيت لها في الاقتيارات ماضي تام. زي هدمت. وليجيت لها ماضي بسيط. زي ميت. اخد الماضي التام اولى. ليه? لانه هو اصل التحويل في قاعدة. خمسة رجوع لك فيها سالي سيدة دي. سالي قالت انه هم وجاب لي فراغ سوشي. ماش يا سيدي. من يومين عدوا. كده بالزبط انت خلاص راح الماضي البسيط على طول. اللي هو اصل الجملة. تمام? طيب بما ان اصل الجملة كان ماضي بسيط نعمل له. ايه لسه جالين? روح تحوله لماضي تام. طبعا ولي مش هتنفع انها مش هتحولها. قاعدة مش هتنفع لانها ماضي بسيط. ومش هينفع الماضي البسيط في قاعدة الماضي التام في حكاية التحويل. وير ايتيم في ابناء المجهول الجملة بتاعت في شبه ابناء المجهول دي حاجة. الحاجة التانية انها ماضي بسيط. لما تحول المبنى المجهول برضو ماضي بسيط مش هتنفع معي. هناخدت هادئتين اجابة وحيدة صحيحة. احنا حرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم ستاشر هي عنواننا. بطول الجملة دي هم اخبرونا طبعا طول دي هنا واضح جدا فيها فعل القول كده طب هم اخبرونا جاء فراغ عملنا بجد واجتهاد. الحلو خاص. حلو خاص. الجملة اللي قدامك ده هي واضح جدا ان هي كده كده واخدى شكل في الحالة التانية. ماضي بسيطة وعد ووده المصدر. يبقى انت كده بتحكي في ايه في الحالة التانية. هتا عشوف الاختيارات موجودة. انس مش تنفع لان معناها بالعربي ايه زلم هتديني معنى متناق. ها ناخد اف اه اف وراها ماضي بسيطة حتى نوده المصدر. تمام? ذات ما تنفعش معايا. ذات ما تنفعش معايا. ليه? ذات ما تنفعش معايا. لانها ليست جملة نتيجة. في سرع شوالة فيها المعلم بتاعنا قبل فراغ كلنا ايه بقى المعلم كلنا عدنا تاج الامتحان. سيد مجيش وراها مفعول به. دي جملة مش سؤال. يبقى مش انفع. برضو مش تنفع لان الجملة دي مش سؤال. فاضل ايه? يبقى المعلم اخبارنا. وارد ان يعرف دي دي للسؤال. انكوارد استفسار دي للسؤال. لكن طول الجملة الخبرية. طبعا خلنا طوله عشان فيما افعل به. اللي هو اول اكس. الجملة رقم 18 قولك فيها مونيرة هاز جاست طول دا اميرا. خد بلد من حتة دي. العلامات والكلمات اللي بتقولك ان لو شفتها الجملة داخل اقواص مش هيحصل تغيير غير في حاجة واحدة مسي فيها الضمائر. لكن زمان او ظروف زمانة اي حاجة تغير. من ضمن هزي الصيغات هاز جاست والرجاء الدهائية وجاست ناب والديني. طيب. يبقى مونيرة يا دوب اللي اخبارت اميرة زاد زي انهم ايه? اه ده معنا ان انت دور في الاختيارات اللي ده مجدية على زمن مش متحول. واخدوا ايه يا ابا. طيب. ودوا المصدر متحولة مش هتنفع. مش متحولة. اصبر عليها شوية. متحولة مش هتنفع. مش متحولة. اه. يبقى انا كده عندي اتنين متحولين واتنين لأ. تعالى نخلص من اللي ايه? من المتحولين اللي هي ودجو وويرجوند. فاضل مين كده? فاضل هافجوند ده مضارع تام وارجوند. اه مين فيهم اللي اتاخد اارجوند ليه مستر? لان هي التي تدل على المستقبل. هم لسه هيروحوا حفل الزفاف. مش رحوه بالفعل عشان تاخد لها مضارع تام. لا ما ينفعش. تسعتاشر هي تولد مي جاستنا. ودي كلمة تانية هي اخت ليه? ايه زيها. اختها بالظم. يبقى برضو دور في الاختيارات. فجلنا رقم تسعة عشر على حاجة برضو مش متحولة. تمام? طيب اهوليدي. نيكست وينيس داي. حلو خلص. بالكلام في مستقبل. طب اقول ما تنفعش انها متحولة. اقول ما تنفعش انها متحولة. اقول هاد هاد ما تنفعش انها متحولة. مين اللي فاضل? والهاف لان هي اللي قادة على حالها دون تحويل. طيب اللي بعدها هي هو كزا ها مي. هو كزا انا ها. ها الجملة دي كده داخل اقواس بقاعدة على حالها. صح كده? طيب. ها ناخد مين ده? ناخد ما تنفعش. ليه مستر ما تنفعش? مش انت قلت انه دي وراها مفعول بي? كلامك صح. ده الكلام ده لن نحول. دي مجيش في الجملة الاصلية. دي في الجملة المتحولة. طب مين بديلها? يا باشا. لما تتحط هنا في الجملة رقم عشرين. وتيجي تتحول كده الجملة اللي قدامك دي اسمها دايريكت. ليه دايريكت? لان تون ذرتكم ازجاعدين يا شباب هم ما شايفهم? والجملة اللي داخل اقواس دي المقتبسة اللي انت شايفها قدامك بتقول ان الجملة دي هي دايريكت. يعني ايه دايريكت? يعني جملة في الكلام المباشر مش المنقول. امت بقى اخد في حاجة زي اللي قدامك دي في عشرين? لما ما يكونش في الاقواس دي. تبقى متشالة. تقول لي اه جملة كده تحولي دايريكت. يبسيته في اصل الجملة بتتحولي طولد. خلاص فعني عشان كده خدنا سيته وما خدناش طولد برغم انها موجودة. اكسب لان دي معناها شرحة. ما ينفعش يراها مفعول بي. اجريد ما ينفعش يراها مفعول بي. فشو اقول لك فيها هي اقارة بانه هو ماله بقى. اقارة بانه عملية. كمل لات ذا نايت بيفور. ذا نايت بيفور معناها الليلة الماضية اللي هي ممكن تقول وتنفع ممكن اقول لي برضو هتنفع. طيب. كده بقى معناها انت هازل انها هو ايه? عايز ماضي تام. اني طبعا نايت دا نايت بيفورت هتقول لي على الماضي البسيط. طب انت كده عايز ماضي تام. خلاص كده? هزا الرايف مش تنفع انها مش متحولة. الرايفز ازاي مش تنفع انها مش متحولة. طب تقول المصدر اللي جبتها منين انت تقول المصدر من انا عليه. ايه اللي خلق جبتها? مفيشي. يبقى تروح للماضي التام هتا اجابة واحدة صحيح. نحرك الشاشة مرة كمان. عشان نخلي جملة رقم اتنين وعشرين هي عنوانها. بيقول فيها ماي مادر والدتي وجايف فراغ. كزا عندما زارت والدها. هي وجدت ان هو ايه? ان هو مريض جدا. طيب يا سيد. مايش الجملة طبعا مليه انا ماضي. طيب المهم نقول سيد ولا تولد ولا خاصكد ولا وانت تونو. طيب انا هركز بقى في الجملة. بص فيها كويس خالص. هو ايه اللي جاي بعد الفراغ? وين عندما يبقى ده معناه ان هنا الجملة اللي قدامك دي ايك مفيش فيها مفعول بيه عشان تاخد لها طول. وليست سؤال عشان تاخد لها اسكد او وانت انتو نو. هممكن اتحك عليك بيها دي. وان هنا جاي بمعنى عندما مش سؤال مش بقول متى. يبقى مين الوحيد تنفع? سيد الوحيدة اللي تنفع اجابة واحد صاحبكو من قدامي. ومن قدامي جملة خبرية. بس استخدم فيها وين كرابط. بمعنى عندما اللي هي عبارات الواصل وهو والحاجات دي اه وين هنا هو متاخدة بالفكرة دي. ودي برضو جملة مهمة جدا نقدر نقول لها من الجمل اللي فيها شغل حلو وخالص تقدر تشتغل عليه وتاخد بالك منها. تات عشان مولا فيها ذاته وقال انه اول شيء هو كزا بيكمل عندما وصل الى منزله تمام انه ايه? انه ياخد دوش. طيب. حلو خالصة. وبرضو قد بقى لك ما تلاقيه الدنيا اللي احنا شغالين عليه. شغالين عليه هنا هو شغالين قدامك على اشارة واضحة اللي يدل الماضي. قال وقفوزوا الكلام من ده. يعني جملة جناز لها الماضي طيب. مش هتنفع لانها مش متحولة. مش هتنفع لانها مش متحولة. مش هتنفع لانها ايه? لانها برضو مش متحولة. فاضل مين? فاضل دد. وهناخدها في الماضي البسيط على وضعها على وضعها الحال. ليه بقى? لان الجملة اللي قدامك كانت فاصلها في المضارع البسيط فنحلح نقولها في الماضي البسيط. اللي هي كانت ضز فنخليها ايه? فنخليها دد. في جملة 24 مقولك فيها شيء يوجب لفراغ هيرفيند صديقتها او اه ماشي. اه ربنا عافينا. هي قالت ان صديقتها يعني حصل لها حدس. ماشي. ربنا عافينا طبعا. اه هي بتقول اني حد من اصدقائها حصل لها حدس. لكنها مش عارفة مين هذا الشخص. اه زميلة رندي ولا حد تاني. خلاص طيب. نقول سيد ولا طولد ولا سي ولا طب ايه اللي جاي بعد الفراغات? اللي جاي بعد الفراغات مفيش مفعول بيه. تمام كده? يبقى طولد مش هتامل فعله. خلاص طيب. ليه ما اخدش سي لانها مش متحول. ليه ما اخدش تيلز لانها مش متحولها. دي حاجة حاجة تانية برضو ان دي تحتاج وراء مفعول بيه هنا فيش مفعول بيه. يبقى ارجع مين? ارجع لي سيد. اجابة وحينا صحيح. عشان بمعنى جملة هي قالت ان صديقتها حصل لها حادث. بس يا مش عارفة مين فاصلها. خمسة اشبالة فيها شي سيد ذات هي قالت انها وجاب لي فراغ. جاب لي شي بقى فراغ. مي اس ون اس شي اريف ده. اه حلو خالص. يبقى دي اس ون اس جاي وراها ايه? جاي وراها ماضي بسيط. اللي هي كانت اصلها مفروض مدرع بسيط. طيب جميل جدا. طيب نولا انا هو مدرع بسيط. ليه بقى لانها مش متحولة. طيب هات كل دها متحولة لكنها ماضي تانا. انا مش عايز ماضي تانا. ليه لان قوي كام في الاصل وراها مدرع بسيط. فم وقدرش اجيب هنا ماضي تانا. يعني لما نروح لشيء طبيعي والعادي. اني لو كان فيه اخلي اخليه ماد يعني اخليه ماضي تانا. طب هنا ما كانش فيه مدرع تانا. هذا اكتب ما كانش فيه مدرع تانا. وييد اخذ وكول وبعد كده اخذ ودو كول. ليه بقى يا مسر خدوا ودو كول. لان الجملة دي كان فاصل هنا وفيه. طب يا مسر ما تفصلنا الحكاية دي شوية. فاكنة حتى لما خدنا اشكال المستقبل قلنا ان من ضمن اشكال المستقبل بسيط. اس و تيلو وان تيلو بفورو بايدا طايم و اف. جملتها تكون مضارع بسيط او مضارع تام. طرف الجملة التانية هيكون في شكل مع اشكال المستقبل بويل او بجونجتو او حتى المستقبل التام. خلاص كده? طيب ادي اس ونازها هي موجودة وجاب دورها ماضي بسيط. ده معنى انها كان مضارع بسيط. مكنتش مضارع تام. ده معنى انها كان مضارع بسيط يعني انها كان ماضي بسيط. محلو كده جميل. طيب. كده معناüyor ان هنا كان في ايه كان فيه ول. طب تحول ول للي ايه? يحول ول لل為. وده اللي احنا하다. السيدة مرفقة عليه. الاخبر والدوها يا زي الشخص طبعا. آه على ان زمن الجملة داخل اقواس وظروف زمنها واسم اي شعرتها والحاجات دي كلها لا تتغير. مين يتغير فيها? الضماء الفا. طيب. نكمل. ده معنى ان انا عايز انها هو زمن مش نتحول. طب نقول مدارعة بسيط. اه ممكن. بس يصبر شوية. هاد مدنفعش انها متحولة. لا. الفعل من الافعال اللي يكون مدارع او ماضي. ما ينفعش فيه لا استمرارية ولا مستقبل او اي حاجة من ده كله. خلاص كده. طيب. ما دينفعش فيها استمرارية. احنا دي السائلين. للفعل لا ينفع يكون فيه اللي جاب له. ولا ينفع يكون ايه مدارع مستمع. كده فاضل مين بقى معايا السيغة الوحيدة صحيحة. مدارع بسيط ايجابة وحيدة صحيحة. نحرك الشاشة مرة كمان عشان نخلي الجمل المتبقية معاك في التدريب. كلها ظهرة قدامك بدءا من الجملة رقم سبعة وعشرين. يقول في سبعة وعشرين. انا طلع برا. amb انوانسد بسام. اعلن زلك. يعني جال يا جماعة انا طالب. بسام احول بقى. بسام اناونسد ذات هي ايه اوت اه وبقول لك ايه اي 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 ام اوت. طيب اي ام اوت دي مش شكلها كده مضارع مستبقى كمينا. طيب نحاولها لو انت ماضي ما تنفعش. ولو المصدر ما تنفعش. اهي. ام هذا العام احنا رحين لدبي ماشي. اه حلو خالص. طيب هو بيقول ايه? تبقى ايه? ها? تحولها الى ايه? يبقى ايه? مضرب مستمر يبقى ايه? يبقى ماضي مستمر. تمام كده? ماشي. ازاي تحول الى ما ينفعش? طيب ازاي حول الى برضو ما ينفعش. طب ازاي حول لو انت? تجي ازاي? ايه القادة انت عملتها عليها? يبقى انت هتروح لي ونأكد عليها. ايه بقى واحدة صحيحة. تنسة عشرين بيقولك فيها? يجب عليك ان تنام مبكرا اليوم. جميل. نقولها مستسليب مدينفعش مش بتحولها. مست هاف سليبت اللي قدامك دي استنتاج في الماضي. مالهاش هلقى اساسا لموضوع التحويل من داريكت الى ان داريكت. طيب. هاتو سليب وهو سليب. ومستليب مستمر. ازاي حول مصر الى ماضي مستمر? فاضل مين? هاتو سليب. عارف اليه كده? لاني معنا الجملة اللي قدامي بيقول فيها يا يتحتم عليك ان تنام مبكرا. طيب مصر لما تكلم فيها ففكرة الضرورة. الماضي منها ايه? الماضي منها هاتو. شفت ازاي? تعال روح لي جملة رقم ثلاثين ولك ايه? يود بيتر جوين قداما دي معناها هات بيتر. معناها من الافضل لك. انك انت تلتحق بكلية الطيب ربنا اديكم جميع على الشباب ان شاء الله ودي ولدي معكم كما? ها? المعلم قال ايه? هاتلي الجملة اللي تدي نفس المعنى. طبعا لازم تقول ايه? انا? طبعا حاول ضمار اهان. هاتبتر دي ملهاش تحويل. ليه مستر? Practic. اون هنهوه ليست زمن دي معناها من الافضل دي معناها من الافضل هتحويلها لايه? هل권ه معناها من الافضل هتحويلها لايه ها? ليست زمن عشان حويلها. طبعا. يبها تفضل على حاله ماشي طبعا طالما ان انت ما حولتش انها كاش لما مع اشتوى هاتبتر طالما انها ما حولتش الوراه هيفضل مصدر. يب termin دقا السياغ الصحيحة? اه هاتبتر جوين من الافضل لي اننا هروح لكلية الطب او ادخل كلية الطب. جميل كده? طيب عبصت على الاختراك التانية ونقول هي ليه ما نفعتش. هاد هاد حقول لها الماضي تام. طب انت حاولت الماضي تام ليه? احنا قلنا يا شباب ان هاد بيتر دي معناها من الافضل مش فعل عشان تحقول انت من الماضي بصد لماضي تام غلط. طيب. هاد بيتر جويند انت جيبت هنا هو دي في الماضي ليه? طيب ما دي جاعدة هاد بيتر زي ما هي لازم يجراها مصدر. طيب. هاد بيتر جبتها من اين ود? احنا قلنا ان دي هاد ازاي انت تتحولها الود? ما ينفعش تماما. كده شباب انتهى تدريب الجرامر اللي كان جاي على الدرس الاول والتاني من الواحدة عشرة. لكن تدبنا مع اكلم تنتهي بقى. ان شاء الله انتظرنا بالمزيد مع معلم خبير اللغة الانجزية. السلام عليكم واركاته.